السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في أواخر شهر ثمانية شهر أود أيام قليلة بعد ثلاث أو أربع أيام وينتهي هذا الشهر إن شاء الله ما أريد تناوله في موضوع اليوم هو طريقة تخزين التين بعد تجفيفها فيما يخص طريقة التجفيف هناك فيديو على القناة لمن يريد أن يطلع عليه وعملية التجفيف تكون بنشر التين على ألواح خشبية أو على أعمدة القصب الطبيعية ولا ينصح نشره على مواد من البلاستيك أو الحديد ينشر للشمس ويتم تجفيفه بشكل طبيعي مئة في المئة وكما ذكرت الفيديو موجود على القناة وفيما يخص طريقة التخزين ورد كذلك على الكثير من الإخواء المتابعين الذين سألوا عن طريقة التخزين الطريقة الجيدة للتخزين هي الطريقة التي لا يستعمل فيها إضافات كيموية لا نقوم بإضافة أي مواد حافظة أو أي شيء من المصنوعات الكيموية حتى يكون عندنا تين مجفف نوعية جيدة جدا وطبيعي وبيولوجي كما يقال فليس هناك أفضل من الطبيعة بعد تجفيف التين في أو وضعه أو نشره للشمس لعدة أيام نقوم بوضعه داخل دلوء بلاستيكي حسب الكمية مثلا هذا الدلوء الصغير كما تشاهدون أقوم بتعبئة هذه الدلاء وأقوم بوضعها في المجمد نضع التين بعد تعبئته داخل دلوء والغلق عليه بأحكام ونقوم بوضعه داخل مجمد لمدة يومين أو أكثر ويجب شرط مهم جدا أن يكون الدلوء مغلق الإحكام فلو تم وضعه في دلوء لا يمكن إحكام غلقه سيكون هناك بعض الجليد على حبات التين بعد إخراجه من المجمد أكيد سيدوب هذا الثلج ويعطي ماء ويتبلل التين المجفف فلذا ضروري جدا وضعه في دلوء ويكون مغلق أو محكم الإغلاق نضعه ليومين أو أكثر إن حسب الإمكانية وهذا أو تجميدي حتى نقوم أو حتى نمنع عنه التسوس أو تشكل الدود في حبات التين ويجدر الإشارة إلى سبب تقول أو سبب وجود السوس أو الدود في الحبات التين ما الذي من أين تأتي هذا الدود أو هذه الددان هناك فراشة تقوم بوضع البيض في حبات التين عند نشرها أو وهي في الشجرة هذا البيض يحتاج إلى درجة حرارة مخصصة حتى تفقس بعدما يفقس هذا البيض يصبح دودة وهذه الدودة هي سبب التسوس أو فساد التين المجفف بعد أيام من فقس البيض وتحوله إلى دودة يتحول إلى فراشة بعد ذلك ونقوم بتجميد التين حتى نمنع من تفقس هذا البيض وتشكل الدود داخل حبات التين فللعلم وضع التين وفيه بيض هذه الفراشة في المجمدة يقتل هذه البيض قبل أن تفقس حين نعرض التين إلى درجة حرارة مخفصة جداً تموت كل البيض وبهذا نمنع تسوس التين المجفف الله أكبر بهذه الطريقة نحافظ على التين كما هو معسل ونمنع عنه التسوس أو تشكل الدود هذه الطريقة التي استعملها وهي طريقة مجربة ونتائج مرضية جداً ولا يمكن بعد وضعه في المجمدة والإغلاق عليه أو إحكام الغلق عليه يستحيل أن يتكون هناك دود داخل أو في حبات التين بعد إخراجه من المجمدة نتركه داخل الدلو مغلق وننفتح عليه حتى لا تدخل الفراشة من جديد وتقوم بوضع البيض في التين المجفف ونفسد كل ما قمنا به حين قمنا بوضعه في المجمدة حين نقوم بإخراجه إما نضعه في أكياس مغلقة جيداً حتى لا تدخل هذه الفراشة أو نتركه داخل الدلو فقط يجدر الإشارة إلى اختيار نوع الدلو إما أن تقوم بشراء دلو خاص بالمواد الغذائية أو تستعمل دلو كان قد تم تعبئة مواد غذائية داخله ليس ضرورة أن تشتري دلو جديد لكن يمكنك استعمال دلو كان فيه مواد غذائية فالدلو الذي يضع فيه مواد غذائية هذا من النوع الجيد هذا ما أردت مشاركته معكم في هذا الفيديو وكما تشاهدون هذا هو التين وهو مجفف أي له عدة أيام وهو تحت أشعة الشمس مباشرة فقط للذكر كذلك أو للإشارة نقوم بنشر التين في النهار ونقوم بجمعه أو تغطيته في الليل هذه الأيام هناك نوع من البرودة في الليل قد تفسد ما تم تجفيفه في النهار فيجب جمعه في الليل أو تغطيته حتى نقوم بتنشيفه في أسرع وقت ممكن وما أردت أيضا ذكره أن هذه السنة أفضل من العام الماضي هناك كمية من التين يعني أضعاف مضاعفة بالنسبة أو مقارنة بالنسبة للعام الماضي هذه السنة هناك إنتاج أكثر من العام الماضي فقط بالنسبة لأخواننا في المناطق التي تعرضت للحرائق أكيد ربما لم يتمكنوا أو لن يتمكنوا من جمع التين المجفف في منطقة الأربائل وهي منطقة تنتج كمية كبيرة من التين المجفف فللأسف هذه السنة لم يتمكنوا أو لن يتمكنوا من جمع التين المجفف فأكيد سيكون هناك نقص في الإنتاج وبهذا يكون ارتفاع في أسعارها أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو وأكون قد شرحت الطريقة بشكل جيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته